الاجتماع الخامس للجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي خصص للوقوف على مدى تقدم تنزيل مختلف المشاريع موضوع تعليمات ملكية سامعة اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش وتدارس البرامج التي توجد في طور الإنجاز من بينها برنامج الربط بين حوضي سابو أبي رقراق الرامي إلى تأمين تزويد محور الرباط الدار البيضاء بالماء الشروب الهدف من هذا الجنة وهو وضع وتطبيق توجهات الملكية المتعلقة أولا ببرامج التحليات المياه بالنسبة المناطق المتضررة من ندرات المياه ثانيا مواصلة البرامج المتعلقة بنقل المياه في طريق سيار ما بين سبو وأبي رقراق خلال هذا الاجتماع تم التطرق إلى المشاريع المتعلقة بتحلية مياه البحر التي باشرتها الحكومة كالمشروع الخاص بتحلية مياه البحر بإقليمية الجديدة وأسفي كلفت بإنجازه مجموعة المكتب الشريف للفصفات إضافة إلى محطة الناظور العمل كذلك على تقوية الأتقاب الاستكشافية واستغلالها في حينها باش ممكن نحلو المشاكل دي العديد من الساكنة القروية التي تعاني من ندرات المياه اللجنة الوطنية المكلفة بتتبع قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي شكلت من طرف رئيس الحكومة السنة الماضية وتتكون من مختلف القطاعات المعنية